نرجع بقى لكيروش وماذا قال عن هذا اللاعب الرائع طبعاً هنا أتحدث عن إبراهيم عادل كيروش قال بالحرف الواحد أفضل موهبة في مصر قال هو طبعاً شافه في مباراة الكاس بتاعة بيرامدز واسموحة وشاف بعض الشرايط له وأبدأ اندهاشه إزاي هذا الشاب ما هواش موجود دوماً في تشكيلة منتخب مصر أو اختيارات المنتخب وأبدأ أعجابه أكثر لما عرف أنه عنده عشرين سنة وقال هذا اللاعب سيكون له دور كبير مع المنتخب الوطني المصري دي تصريحات لأنا قلت أن برح أقولها النهاردة تصريحات كيروش في الغرف المغلقة عن هذا اللاعب إبراهيم عادل إذن اللي هو قدام حضراتكم إبراهيم عادل إذن ما نستبعدش على الإطلاق في ظل وجهة النظر دي أن نلاقي إبراهيم عادل في الملعب أو نلاقيه تبديل مبكر الله أعلم لكن هو قال كمان أن ميزة هذا اللاعب الشاب أن هو يجيد اللاعب في أكثر من مركز وقال تحركاته واعية للغاية داخل الملعب دي كانت آراء كيروش عن إبراهيم عادل وبالفعل هذا اللاعب إبراهيم عادل تشعر أنه لاعب ناضج جدا عشرين سنة لكن حاجة فخرة أنا كنت بعلق الحقيقة على ماتش الأهل يو بيرمد واللي بيعلق دايما بيبقى عنده أربع عيون هو بيعقى آه شو بص بقى على الماتش ده عمل ماتش بصرف النظر حتى عن الهدف عمل ماتش عالمي وإحنا بنتكلم قدام مين قدام الأهل الكبير العظيم فلما يظهر هذه القدرات الفائقة والسرعات المزهلة أمام فريق كبير جدا بحجم النادي الآلي تعرف أنه هو أماشة عالية طبعا دي كانت تمريرة روعة من رمضان صبحي لكن تحركاته اللي تكلم عليها كيروش أنه يقطع في المساحة دي عشان يدي فرصة لللاعب اللي تحترق له الكورة أنه هو يحطها له في المكان ده يعني عايز أقولكو أن فيه دورات في إنجلترا بتعقد تحت عنوان how to create the spaces إزاي تخلق المساحة تحركات اللاعب هي اللي بتخلق المساحة لما يروح لاعب في مساحة جيدة بيدي فرصة لللاعب اللي معاك كورة أنه هو يتصرف فيها بشكل صحيح دي هي خلق المساحات إبراهيم عادل يجيد هذا الأمر تماما وبالتالي أتصور أو مش أتصور ده كلام الراجل نفسه عن إبراهيم عادل أنه يستحق التواجد باستمرار في صفوف المنتخب وسيكون له دورا مهما مع المنتخب في الفترة القادمة خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز إضافة إلى تحركاته الوعية داخل الملعب دي تصريحات كيروش عن أو رأي أنا آسف دي مش تصريحات دي رأيه رأيه عن إبراهيم عادل عايز طبعا أقول لكم إبراهيم عادل قبل ما نقفل صفحته لعب ستة وعشرين مباراة عدد الموسم اللي فات عدد أهدافه أربعتاشر هدف عشر أهداف في الدوري وأربع أهداف في الكونفدرالية وصنع هدفين يعني عنده إنتاج رائع عنده إنتاج رائع وده شيء عظيم تخيلوا واقع إن هذا اللعب كان في المريخ موديل فيجن بقى دي الرؤية اللعب ده كان في المريخ واتعرض من ثلاث سنين على نادي الزمالك بمية وخمسين ألف جنيه والزمالك رفض إنه هو يخطو إيه بتبقى رؤى إيه بتبقى رؤى على كل الأحوال يعني لكن بتبقى حيانا رؤى يعني الكوتش الصح قوي هو اللي يشوف طبعا هو اتعرض من ثلاث سنين يعني كان عنده سبعتاشر سنة لكن بيبان يعني زي بقوله الحلو يا حلو بانت إيه لبتك أول ما شفت لعبتك بيباني اللعيب الكبير من اللمسة من اللمسة وعلى فكرة الكلام ده حصل مع لعيبة كبار كتير جد جدا جدا بدون ما نقول أسماء ولا نخش في مدربين يعني مش هنخش في المنطقة دي على الإطلاق ده بالنسبة لبراهيم عادة المترجم للتكاري والمترجم للقناة